وأول سرقة وقعت هي سرقة نصوص الدستور بهذه الكلمات يفتح رئيس هيئة النزاه القاضي حيدر حنون النار على داعم الفساد وسرقة أموال البلاد سرقة نصوص الدستور رسالة عاجلة ينذر بها حنون بضرورة مواجهة جهات امتدت بنفوذها على حساب الدولة العراقية تلك الجهات نفذت بحسب حنون طرقا للدفاع عن الفاسدين والضغط على مؤسسات لحمايتهم من المساءلة والملاحقة ورفض تسميتهم كمتهمين وبالوقوف على قضية سرقة أموال البلاد كانت رسالة النزاهة واضحة ومباشرة من حيث أن تلك السرقات أدت لتفشي الفساد الذي أدى بدوره إلى كوارث وآفات في المجتمع العراقي أبرزها انتشار آفة المخدرات في المجتمع حنون تحدث بوضوح كبير إلى أن تمدد بعض المؤسسات والجهات خلافا للدستور جاء نتيجة القفز على مواده وتجاهل تطبيقه تلك التصريحات تتزامن مع إنجازات حثيثة تؤديها النزاهة في سياق قطع الطريق على أي محاولات من شأنها تكرار موجة سرقة القرن والتي سجلت النزاهة بملاحقة مرتكبيها إلقاء القبض على عدد منهم واستعادة مليارات الدنانير كما فضحت مسلسل سرقات لأموال وعقارات متعهدة بالاستمرار على طريق تطهير العراق من الفاسدين وسارق أمواله والذين يضربون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر